السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي نحضر واحد الكيكال اللي كتح اقتصادية وكتوجد ضغيا وكتجيب واحد المطاق اكتر من رأيه المطاق دي البرتقال مع قلاساش ايضا بالمطاق دي البرتقال اللي صراحة كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم وقم يمرون طريقة تحذير اللي بقى بشركتي معي في القناة تضغط على اشترك ثم تفعل جرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد ودبا نخليكم مع طريقة تحذير فبنسبا الطريقة والمقادر او الحاجة عنديني اربعة دي البيضات كنضيف اليوم واحد الخنيشة دي السكر فاني وهنايا كنحتاج السكر سنده فبنسبا السكر سنده فاحنا كن ابروه كاس دي الياغورت انايا كناخد كاس دي الياغورت اللي كان عمروه مزيان بسكر سنده وهو اللي كانستعمل انايايا بعد ما عنا امر سكر سنده عنا خلط البيض مع السكر مزيان كنطربوه مزيان حتى كنضاعف الحجم ديه فبنسبا هاد الكيكا هادي عم قاونا عبرو القياس بالكاس عنا عبروه كاس دي الياغورت وهنايا بعد ما خدمنا البيض مع السكر مزيان حتى كنضاعف الحجم ديه لهم دابا كنضيفوه كاس ديال زيت نباتيه ودائما كان عبروه كاس ديالياغورت هنايا بعد ما كان امر الزيت يعني كم قاونا طربوه ما كان وقفوش من التخلط ودابا كنضيفوه واحد الياغورت وايضا كنضيفوه القشرة ديال البرتقال كلكم ايضا تعودوها بقشرة ديال الحاموض يعني كيبقى لحسب قطير ديالكم نتوبا وهنايا كان نرجع نخلط كل شي مزيان وهنايا من بعد ما كان نخلط كل شي مزيان دابا هنضيفو الضخيق الابيض فبنسبا نضيفو الضخيق الابيض هناك نستعمل ثلاثة ديال كوأس اللي هنعملوهم وايضا كنضيفوه ايضا 10 جرام ديال الخمير هاد الحلوه ومن بعد ما هنخلط كل شي مزيان حتى كنحصلوه للخالط ديال كيك اللي كي يكون خفيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنايا كان اخذ القالب لانعمل فيه الكيك انا اختيت هذا القالب هذا على الشكل دائري مبعد ما هنتو بشري ديال الزفدة ورشيتو بشري ديال الدقيق دابا كان اخبي لخالط ديال الكيك ونعين بعد ما كان سليم مباشرة عنك اندخل المول ديالين انفررنا على درجة حرارة 180 درجان بعد ما كان كنت سخنته مقبل والمداد ديال طياب يعني كل مرة كمدون رقب الكيكا ديالنا حتى كنشوفوها بانها طابت كخرجوها فبنسبة هات كيكا ديرا ما كتاخدش الوقت بزاف طغيان كتوجد وهنا يام بعد ما كتطيب الكيكا كتجيب هات الشكل هادا هنا يكا القلبها وهي مازالة سخونة باش كتتقلبلي بكل سهولة فبالنسبة انتزين ديال الكيكا فهناي انتستعمل قلاساج ديال السكر قلاسي او الحاجة كنحتاج مئتين جرام ديال السكر قلاسي من بعد ما غرب التون وكنضيف الليه القشرة ديال البرتقال وباش كنجمع الخالط ديالي فانا كنجمعه بالعاصر ديال البرتقال كم قنخلطه انا كنضيف العاصر بشوية بشوية حتى كنحصله على الخالط اللي كيكون خفيفة فدفعها نعمل وحد شوية ديال الجلاساج التاني اللي سرحه بغيتو يجيني في المدق دياله يجيني اكتر في المدق ديال برتقال وايضا يجيني اعطي اللون ديال برتقال اكتر فانا يغطيك един ديال سكر بلاسي وضفت لها الشوية ديال اسر برتقال وضفت لها الشوية ديال عاصر برتقال وضفت هات ب cél لك البرتقال باش تعتيني المدق اقواء او في نص وقت ثاني اللون ونخلطه مع بعض يتم بنفس طريقة اللي عملنا في الأول ونيين بعد ما كتكن برتتي الكيكا مزيان فهنا يكن خطوه الكلاساج الأول اللي كان عمله فوق الوجه دي الكيكا مزيان يعني كان غطي الوجه دي الكيكا بهذا الكلاساج هذا ومن أحسن يكون خفيف واحد شوية باش كي يجيكم ساهل ونيين بعد ما كملنا الكلاساج الأول يعني قبل ما كينشوف لنا فهنا ياخذت الكلاساج الثاني اللي الصراحة خصو يكون خفيف على القلاساج الأول من بعد ما عملته في الكورني بهذا الشكل هذا ونيين كان زين الوجه دي الكيكا بهذا الخطوط يعني كيف كتشوفوا معي فالخطوط عشوائية وهنا يين بعد ما كان سريع ممتازين كان خلي ديك القلاساج حتى كينشوف مزيان ومن بعد كان قدمو الكيكا ديان وهنا يين بعد ما كانت نشوف القلاساج مزيان فهنا يعني نقطع معاكم الكيكا باش نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل الصراحة كتجي لدي دي دي بزاق مطاق دي البرتقال الناس اللي كتبغين مطاق دي البرتقال كونوا متأكدين بان الكيكا دي هتعجبكم بزاق الصراحة كيشوتوا معي الطريقة دي رفا هي كانت سهلة و بسيطة كيمكننا نعودو البرتقال نعودوه بالحامض يعني كيبقى لحسب الاختيار دي الكم انتوما ايضا الطريقة كيشوتوا معي فهي الطريقة يعني سهلة و بسيطة اللي كيبكنا نحضروا كيكا يعني في اخر رحضة كانتمنى انكم تجربوها كانتمنى تكون عجبتكم الحلقة دي ما ويدا عجبتكم الحلقة ما تساوش تمنى الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديو هدينا مع الاصدقاء ديكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله على الجامع وداما خليكم على خير بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة